موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومشاهدين أسعد الله وقاتكم في نشرتنا الجوية لهذا المساء أجواءنا اليوم أجواء ربيعية ومعتدلة تفاوتة درجات الحرارة العظمى اليوم ما بين 24 و 28 درجة ميوية ولكن الأجواب الليلة ستكون أجواب باردة سجلنا أقل درجة حرارة درجات الحرارة الصغرى اليوم الفجر وصلت 11 درجة ميوية في المناطق الصحراوية ومتوقع الليلة كذلك ستتفاوت ما بين 10 درجات إلى 12 درجة ميوية ولكن المناطق السكنية والقريبة الساحل ستتفاوت ما بين 16 إلى 18 درجة ميوية أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها السماء صحو الرياح شمالية سرعتها 5 كيلو متر في الساعة درجة حرارة الحالية 20 درجة ميوية الرطوبة النسبية 50% الرؤية الوفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو بالنسبة للطقس المتوقع في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله أجواء تمير إلى اعتدال في المناطق الغربية منذ الكويت والمناطق الصحراوية 16 درجة ميوية في منطقة تيشيقايا والسالمي الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة بشكل عام من ثمانية إلى 32 كيلو متر في الساعة مناطق الوسطى والساحلية متفاوية ما بين 17 إلى 20 درجة ميوية بعض الصحب المتفرقة تتكونوا يونبت دائم المتصف هذه الليلة مع بداية الدخول ساعات صباح الأولى ودرجات الحرارة الصغرى متوقعة تتفاوت ما بين 11 درجة ميوية في المناطق الصحراوية منطقة تيشيقايا والسالمي مناطق الوسطى والساحلية متفاوية ما بين 15 إلى 17 درجة ميوية شمال البلاد في مزارع العبدالي 14 درجة ميوية كذلك في مزارع الوفرة جنوب البلاد 12 درجة ميوية بشكل عام الرياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلت السرعة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة بعد منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى متوقع أن تتفاوت ما بين 26 إلى 28 درجة ميوية في مختلف مناطق البلاد أما مناطق الصحرية والجزر متفاوت ما بين 24 إلى 28 درجة ميوية في مدينة الكويت تستمر أيضا الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة بشكل عام أما بالنسبة لأجواء البحرية المتوقعة زي مشاهدين خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لموارسة جميع الأنشطة البحرية متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 أقدام التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل هذا الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت ساعة 34 دقيقة موعد شروق الشمس الساعة 45 دقيقة موعد أدان المغرب بمشيئة الله ساعة 6 دقيقة تقسم التوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة في يومي الخميس والجمعة غايمة جزئيا درجات الحرارة العظمة متفاوية تماما بها 28 إلى 29 درجة ميوية وصغرة من 15 إلى 17 درجة ميوية رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام ابتداء من مساء يوم الجمعة تتحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية تبدأ تتكون بعض السحب المتوسطة والمنخفضة في يوم السبت فرص لانطار متفرقة في يومي السبت والأحد قد تكون رعدية خاصة في يوم الأحد مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتر في الساعة مثير الغبار على بعض مناطق الصحراوية وكذلك تتزامن مع تشكل السحب الرعدية المتوقع في يوم الأحد تستمر فرص لانطار إلى صباح يوم الاثنين ومن ثم تبدأ الأجواء بالاستغرار التدريجي أعزائي مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة والآن نعود إلى الزملاء في الاستوديو اشتركوا في القناة